اخذ سوية هذه المقيلة سوف يقول لكم مش حال هذه الدجاج مني اجي انو نوجده هي وجد ضغيه ضغيه سوف نحتاجون له نصف كاس زينجلان انا اخذت زينجلان من عند بيوفوريو كنت استعملها في بزاف تلحاجات و اليوم سوف نستعملها معكم في الدجاج بعد ما نقوم بحضة نصف كاس في المقيلة ديالي سوف نستغربوا يلقت لكم هاد الدجاج سوف يطيب لكم في الليمون اي البرتقال سوف نقوم بحضة كاس ديال البرتقال ديروا الشرائح الدجاج ديالكم كيف مما بغت تكون تريس ديال التومة مليحة وبزيرة ومغينيوا ليها الدجاج مزيان مزيان مع شوية ديال سكينجبير خليوه يرتاح لمدة ديال ساعة عالاقل ولا بغيتوا يجيكم زوين وبنين خليوه ليلى كاملة انا خليته فقط ساعة بانو كرخص نكمل وصفه ديروا هي الطيب فوق البوطة وانتو ما كتحركو كل مرة بشوية بشوية وهذا الدجاج مغطيين عليه تكتلق لكم هاد المريقة وهاد اللاصوس هادية اللي كتشوفوه بدك يدخل معه الطياب كتضيفوليه نص كس ديال سلسطة الصوجة الخفيفة وكتحركوه مزيان مزيان الى كانت عندكم سلسطة الصوجة تقيلة كتديروا جوجة المعالق وشوية ديال الاعشاب المنسيمة على حسب شنو متوفر عندكم مع القديل العسيلة حرة وانتو ما كتواصلوا التحرك حركو ليه مزيان على عافية مهيلة خليوه يتعسل معاكم راكيجي رائع وما كيجيش حلو نهائيا وشوفو ليه التعسيلة كيديرا لازو شوية ديال الزجلان سواء الاحمر ولا الابيض وزينو به الطبق ديالكم قدموه معا الروز كولو هاكك قدموه معا الببغي راكيجي رائع يرجربوه ورا ما غاد ندموش تبقوا على خير شكرا شكرا